قبل ما نبدأ اه نتكلم بس عن اللي هي البيلد استراتيجي دي اه عايز اوضح حاجة مهمة اه ان فيه في فيه اللي ندخل على هنلاقي اه اربع اه تابعات التابع الاول اللي هي الجنرال دي اه بيكون فيها يعني تسييفة نفسها او الاسم اللي انا ببتدأ اسايف به اي حاجة بيكون بهذا الشكل او بهذا النمط تمام وبيقدر هو اصلا يحفظ لي اللوج ده او اللي انا شغالها كامي يوم اه ممكن ازود الفترة دي اكتر اه تاني حاجة اللي هي البرفورمانس اه البرفورمانس ده اللي هو الاداء بتاع المعالجة او اه البناء الاستراتيجيات نفسها بيكون على حسب كفاءة الجهاز بتاعي فا انا دايما بخلي الستراتيجي دي عندي اه على اتنين في الفرجن اللي هو بتاع الاستراتيجي كونتل القابل ده كان بس من واحد لاتنين انما الفرجن ده عشان احدث حاجة عاملينه من واحد لاربعة فا عشان ينتج احسن استراتيجيات ويه بطريقة اسرع اه بنختار كل البار ده اه انما افضل حاجة بنكون رقم اتنين تاني حاجة اللي هي اه لازم نتأكد منها ان احنا ما بنخزنش اه استراتيجيات او او اي تسييفة اه منتهية او عادت عليها فترة طويلة علشان ما يزودش المساحة بتاعت التسجيل عنده. اه تالت اه بار اللي هي الاستراتيجي برامتر. اه حدق ان انا مش بغير فيها حاجة مجرد بس ساعة لما ادخل على اللي هي الخطوة الاخيرة في البرنامج. هقدر ان انا اخفي شوية اعدادات من المكان ده. طبعا اللي هو التاب الاخيرة دي. اه دي لو انا عايزة ابعت او تقرير او حاجة. اه لواحد زميلي او اه عايزة بيين له الاستراتيجية اداها ايه. بيكون دي طريقة التسييفة بتاعتها. والاسمه بيشتغل على ولا اه اختار كل الحاجات دي نهائي بمقرد بس ان انا بسيفه علشان اقدر ابعته. زي ما احنا شايفين هنا فيه تلات اه ايكونات فوق. اه بيكون فيها احنا بنختار يا اما جيناتك ايفوليوشن يا اما راندم جينريشن. وفي السيتنج بيكون زي ما احنا شايفين كده اه قدامنا سبع تابات او سبع ايكونات اه بنتحكم فيهم في السيتنج عشان نبني الاستراتيجية. واخر واحدة فوق اللي هي الريزلت دي بكل استراتيجية بيظهر لي الاداء بتاعها هنا. فنيجي في اول خانة فوق. في عندنا حاجتين يا اما اللي هي جينريشن. ايه الفرق من الاتنين دول? وانا هستخدم انهي اه الفرق ما بين الاتنين دول ان اول واحدة دي اسرع اه في بناء الاستراتيجيات عن التانية. واللي فوق بتكون كفايتها اعلى وقوية جدا في اللي هي الصغيرة. اما اللي هي التانية اللي هي بتكون كفايتها في التايمات فريم الكبيرة. فانا هبسط لنفس الموضوع ان انا دايما اشتغل على اللي هي الجيناتيك. طيب اه ندخل على السيتنج. السيتنج في عندي قلنا زي سبع اه ايكونات. هبتدي ان انا اه ابني الاستراتيجيات بتاعتي بقصص معينة وباعدادات معينة. اول واحدة اللي هي الدياتا. انا جهزت الدي. وحددتها ورفعتها من اللي هي ايكونة بتاعت فكل اللي انا هعمله ان انا هختار اللي انا عملت لها من المكان ده السيمبل. اه اسمها دي اللي انا اه لسه محملها على برنامج ومجرد ما انا اخترتها بيزهر لي الوقت اللي انا اه عملت لها فيه. طيب فيه نقطة مهمة لازم اعرفها. ايه هي دي لنا الاستراتيجية بتاعتي هتتبنى على انهي تايم فريم. انا هناك كلمة ام وان دي اللي انا حملت الداة من الا تيكر داونلودر ام وان. بس مش معنى كده ان انا اختار البريد ام وان. لا انا عايز الاستراتيجية بتاعتي بيكون افضل بناء استراتيجيات بيكون على اللي هو التايم فريم اللي هو الاتش وان. اللي هي الساعة. فانا دلوقتي اه حددت للبرنامج اه انه يشتغل على تايم فريم ساعة. جميل? جميل. طيب. اه الداة عندي متحملة من فين لفين? متحملة من الفين وتلاتاشر لحد الفين وخمستاشر. اخرها. يعني كم سنة? تلات سنين? طيب. ايه البار دا? ويعني ايه اوت سامبل بريود? وان سامبل? ببساطة هنا البرنامج اه بيستخدم الداة اللي انا حملتها ليه هو دا. اه بشكل انه يبتدي ياخد جزء من الداة. يبني عليه الاستراتيجيات. والجزء التاني بيطبق الاستراتيجيات عليه. يعني زي ما احنا شايفين البار دا بيتحرك معايا. اخر البار دا اللي هي كل الداة نفسها. طيب يعني ايه? ان سامبل واوت سامبل. ان سامبل يعني الفترة اللي هيبتدي ياخد البيانات دي يبني عليها الاستراتيجيات. طيب الاوت سامبل دي اللي هي ايه? لو ملاحظ ان انا هنا مش مخلي اوت سامبل بمجرد ما انا اديق الان سامبل الاقي هنا الفترة دي كده بقى اسمها اوت سامبل. طب دي بتفيدني في ايه? بتفيدني ان انا لو قلت له انا عايز النص المسافة دي يكون دا الان سامبل وده الاوت سامبل. يعني في الفترة دي هيبتدي البرنامج يعمل اه عمليات يجهز فيها استراتيجيات على حسب العدد اللي انا هطلوه منه تكون ربحانة في الفترة دي. وبعد كده قبل ما يطلع للنتايج بياخد نفس الاستراتيجيات دي يطبقها على الفترة اللي هي بالنسبة له مستقبلية. يعني اخد استراتيجية مثلا وليكن استراتيجية اه اكس. بدي له ربح كويس جدا هنا. طيب. بعد كده بيعمل ايه? بياخد الاستراتيجية اكس دي. يطبقها على الفترة اللي هي اللي اسمها اوتوف سامبل في الفترة دي. وفي الاخر بيرسم لي رسم بياني بيوضح لي اداء الاستراتيجية اكس في الفترة دي وفي الفترة دي. طب دي ايه اهميتها? دي بالنسبة لنا مهمة جدا ان انا هبتدي اصلا استخدم الاستراتيجية دي ان انا تدول بيها في الوقت اللي انا شغال في حالي فانا ما عرفش اداءها هيكون ايه. فده بمجرد بيكون اختبار للبرنامج نفسه لاداء الاستراتيجية. هل الاستراتيجية هنا في الفترة المعلومة دي كان اداءها كويس في الفترة المجهولة دي ولا لأ? هي دي فكرة ان سامبل واوت سامبل. فدايما بينصحوا ان احنا نستخدمها مسلا ايه? تبقى دي دي مسلا اللي افرضنا ان دي تلات سنين فانا هخلي سنتين. سنتين. اللي هي الان سامبل وسنة واحدة اللي هي اوت سامبل. طيب يعني اخليها من كام لكام. يعني هخلي مسلا اللي هي الستارت ديت ده. اه خليها لحد اخر الفين واربعتاشر. كده يعتبر اخر الفين واربعتاشر اهي. تمام? الفترة دي اللي هي الان سامبل والفترة دي اللي هي اوت اوف سامبل. طيب. عايز انزل اشوف ايه اللي تحت تاني بان هنا بمجرد بس تكة من السهم اللي هو الصغير ده تحت. بيجاب لبقية الادادات. احنا قلنا للعملة دي بيكون اتنين. والماركت زيرو. اه هنا دايما في اه اوبشن اللي هي المسافة بتكون اه ما بين اللي هي البرائس نفسه ده في التنفيذات او التريدات او الاردارات نفسها بتبقى كام? انا بعمل اياه خمسة دي. ليه يعني اما بلاس خمسة فوق او مينس خمسة تحت. يعني دي المسموح بيه في التنفيذات او طيب. يبقى دي كده ثبتناه هنا. نيجي في اخر حاجة في في الجزء الخاص بالداتا ده. اللي هي اه الاسلوب او اللي انا هستخدمه هنا في العملية البرسيسور. دايما اه مش هشتغل على لا ولا هختار تايم فريم اونلي. انا دايما هنا بشتغل على داتا. دي بتبقى بطيقة شوية بس بتدي نتايج كويسة. ودي اللي انا دايما هسبت شغل عليها يعني انا مش هختار حاجة تانية غير مش هختار حتى ولا هنا استخدام ده بختار ده. الايكونة التانية اللي هي استراتيجي اوبشن. اه دي بتكون الشاشة متقسمة لتلات اجزاء. اه طبعا لازم اكون انا مختار وشورته مع بعض ما ينفعش اختار او شورته انلي. علشان انا بتداول دلوقتي ما معاملش استراتيجية اه خاصة باللونج الواحدها او الشورته الواحده. فمن الافضل ان انا دايما استخدم الاتنين مع بعض. اه اما بالجزء اللي هو الخاص باليميني اللي هو اللي هو بيخرج. في نهاية اليوم. اه طبعا اللي هي اللي لازم تكون مية وعشرين بتاعت المؤشرات. يعني انا بدي رنج جدا للمؤشرات اللي باعداد بتاعها. وكمان اللي هي مية وعشرين كذلك. طيب انييجي الجزء اللي هو اليمين ده. ده عبارة عن وآآ لازم اكون معلمة على الكنين دول عشان الاستراتيجية بتاعته بقى بقى كويس. وآآ بالنسبة اللي هي اللي انا بستخدمها على حسب بتاعي. انا اخترت هنا في الداة كانت ساعة. طيب. لو بتاعي آآ للتايم فريم اقل من تلاتين دقيقة بيكون من خمستاشر لمية وخمسين. آآ طب لو من آآ اكتر من كده لحد مسلا ساعة اربع ساعات بيكون اللي هو اللي انا مختاره بي بيقول لي افضل آآ بيبس بيستخدمها كستوبلوز او آآ بتكون ما بين عشرين لتلتمية. فودي اللي انا مختارها. لو اكتر التايم فريم بقى لو ديلي او كده بيكون خمسين لخمسمية. طيب. آآ دلوقتي انا عشان آآ اقول للبرنامج ده بيتحسب على اساس ايه? فانا بختار له المؤشر اللي هو ده اللي انا لازم اعمل عليه شك. تمام? وبيكون عندي اللي هي الاعداد بتاعته والمينمم. المينمم خمسة من عشرة والماكسيمم خمسة. وما بغيرش حاجة تانية في اللي هي الباقية الخاصة تحت ده بالنسبة للستراتيجي. نخش على البيلدينج بلوكس. نيجي للبيلدينج بلوكس دي كده نلاقي لو رفعنا فوق كده. هلاقي عندي آآ كل المعطيات دي دي اللي انا بستخدمها داخل بناء الاستراتيجيات. يعني هو بيستخدم كل الحاجات دي اللي انا معلم عليها داخل بناء الاستراتيجيات بتاعته. طيب يعني نمشي كده آآ واحدة واحدة. بخليه استخدم الاوبن والكلوز والهاي واللو ما بخليهش يستخدم الفوليوم لان آآ الاستراتيجيات اللي انا هستخدمها دي افضل حاجة ان انا اتعامل مع الاسعار. آآ بتجنب الفوليوم ده دلوقتي ليه علشان ما اخشش في متاهات او يؤثر علي تأثير سلبي بالاستراتيجيات بتاعتي. فانا يعني اللي انا معلم عليه ده هو ده افضل حاجة بنستخدمها في الاستراتيجيات. لو في حد حابب يستخدم الفوليوم او كده. آآ هو مش غلط بس بيأثر في كفاءة الاستراتيجيات نفسها. طيب وبالنسبة للآآ للبرايز رينج انا بستخدم والبولينجر باند. طبعا الباقي اللي في النص ده آآ بار رينج والترو رينج والآآ برايز ديفرنس والبولينجر باند رينج كل ده يعني شبيه بالبولينجر باند والآفرش ترو رينج. فالي اتنين دول يعني آآ بيغنوا عن بقية الادادات. طيب آآ طبعا بالنسبة للآبريتوز دي اللي هي اكبر واصغر وآآ اللي هي اختراق الاعلى واختراق الاسفل. وآآ يقفل فوق او يقفل تحت. دول ما الباقي كله ده آآ مش بستفيد منه كتير مجرد ان هو بيخليني آآ الوقت بتاع انشاء الاستراتيجيات دي اطول. وآآ طبعا نمبر كونست ده ممكن نخلي نستخدمه او لأ مش هيقصر معايا. آآ نيجي بقى هنا مؤشرات. كل المؤشرات دي انا هستخدمها مع عدد الاستوكاستيك. آآ ليه مع عدد الاستوكاستيك? لان الاستوكاستيك ده بي يعني مع كتر الاستخدام والان انا استخدمته كذا مرة في بناء الاستراتيجيات بلاقيه ان هو بيديني آآ تشفيط للأداء الصحيح بتاع الاستراتيجيات. يعني هو متزبزب الزبزب بتاعته مش بتديني تأثير ايجابي لا بتديني تأثير سلبي. فانا يعني مش برجح ان انا استخدمه معايا. طيب ولغيت كمان اللي هي الاستخدام لان انا كده كده بستخدم الاستخدام فوق. آآ فملهمش اي آآ تأثير قوي دلوقتي. بالنسبة للآ 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 هعلم على الاور ودي اوف ويكس. آآ وبالنسبة للكاندل دي اشكال الشموع نفسها. دي مهمة معايا. هنزل تحت شوية. اجي بقى هنا للآ طبعا انا بعمل على كل دول آآ مع ده اللي هي برضو. لان ده بيديني آآ تأثير سلبي على الاستراتيجيات بتاعت اللي انا ببنيها. والفوليوم كذلك يبقى انا ببعد الفوليوم والاستراتيجي عن آآ الحسابات بتاعتي او البلوك آآ بناء اللي هي البلوكات اللي انا ببنيها للاستراتيجيات بتاعتي. طيب نيجي هنا نطلع في الاول خالص. الجزء الخاص بالاوردر طيبس. تمام? آآ زي ما انا معلم هنا على الانتر. على الستوب. ومعلم استوبلوس. والبروفيت تارجيت. والاكزيت افتر اكز بارد. كل الحاجات دي انا بستخدمها لبناء الاستراتيجي بتاعتي. مش هستخدم مش هستخدم الانتر اللي هو الدخول في السوق. بداية السوق. ومش هستخدم الانتر. ومش هستخدم الانتر. اه ولا هستخدم الباقي كله معي انا هستخدمه. طيب ده بالنسبة لايه للبلدنج بلوكس. نخش على احنا لو دخلنا على كده واخترنا ودخلنا على مش هنلاقي هنا. ليه? لان دي بتكون موجودة بس في هي دي اللي اللي بتكون اه خاصية قوية بتستخدمها في اه اه افلوشن. طيب دي انا هغير فيها حاجة. لا دي انا مش هغير فيها حاجة. انا هسيبها زي ما هي كده. بتأكد بس ان الاعدادات هي هي دي مية ودي مية ودي عشرة. ودي خمسة وتسعين. ودي واحد خمسة. ومتعلم على تمام? اه نخش على الماني مانجمنت. الماني مانجمنت دي اه بتنقسم لحاجتين. الكابت اللي انا ببدأ بيه اللي هو كام? عشر تلاف. طيب. اه الجزء التاني. اه اه ده عبارة عن ايه? عبارة هنا اول واحدة لو اخترت معنى كده ان انا كل التريدات اللي انا هستخدمها هتمشي بلوت واحد مش بيتغير. كل تريده بخش بلوت ثابت. طيب هنا دي يعني انا لو ما بستخدمها ودي بفضل ان احنا نستخدمها ان هو بيخش بس بمية دولار على حسب اللي فوق يعني انا ممكن اغيره ممكن اخليها عشرة دولار. بس هنا ده يعني دي يعني ايه يعني التريده ان هو بيدي لنفسه اه يعني يقبل خسارة مية دولار. علشان مسلا ايه? في كل التنفيذات ساعات اه وقت انا بدخل بلوت كزا او بكمية. وممكن الاداء بتاع الاستراتيجية نفسها يخليني اخسر كمية بسيطة بس في سبيل ان هو بيرد تاني ويكسبني اكتر. طيب ايه هو ده بيكون واحد طبعا دي بخليها اتنين واقصى عدد لطات بيكون كام خمسة. طيب جميل. اه يبقى احنا دلوقتي هنا عرفنا ايه هو طيب اه دي يعني ايه? دي بتكون محتاجة راس مال كبير علشان ابتدي اه ان انا اتحكم. لان ده بيش بيتعامل بمية دولار بس ده بياخد نسبة من الحساب نفسه بتاعي او او المحفظة نفسها بيمشي بنفس بتاع بس ده بياخد نسبة يعني بكمية اكبر. فده يعني بيدي مكسب كتير بس اكتر. لاني بيمكن يخسرني مبلغ كبير برضو. فخلينا دايما في ايه في فكسة اماونت وبتكون دي الاعدادات بتاعتها. اما بالنسبة اللي هي الايكونة اللي هي اسمها. اه ده انا مش هغير فيها حاجة بس ده نبقى عارفين ان زي عدد اللي هي التخمينات او الحاجات اللي هي بتوقحها. اه بيكون ميتين وهنا دي خمسة وتسعين مش هنيجي جنبها دلوقتي. اه هندخل بس على اللي هي اللي هي اخر ايكون موجودة في طبعا لازم يكون قدامي اه الايكونات دي كلها متعلم عليها. وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آآ ده بيكون اقل من اربعة. والآآ ده برضو بيكون آآ اقل من اتنين. وطبعا دي اللي هي اللي هي اللي هي زي ما احنا شرحنا ان فيه فده اللي هو الخاص بالآآ ونسبة الربح بتكون اقل من تلاتين في المية. آآ بعد كده اللي هي ده اقل من ميتين. ونبر الخاص برضو التانية بيكون مية بيحاول دايما اخليه آآ اقل او النص بالنسبة لتوتا للتريد اللي موجود. ليه? لان انا بستخدم قلنا آآ سنتين. وسنة تانية. دي اللي انا بستخدم. يعني معنى كده لو انا هنا بستخدم اتنين. يبقى انا عايز التريدات تكون النص. هنا في متين تريدة. يبقى هنا في آآ مية تريدة. ده اللي انا بحدده هنا. طيب. ايه يعني عدد الاستراتيجيات اللي بتقدر تتسايف كام? فهو مكتوب الدفلت هنا خمس تلاف. جميل. نيجي بقى في في الجزء الخاص بالآآ اللي هو على اليمين ده. آآ مش بغير في حاجة بخلي دايما اللي هي البروتفوليو. في اجزت. وبخلي اللي هي الريترن آآ درو داون ريشو. تمام? دي بس كده اللي بيكون متعلمين. ما بجيش جنب اي حاجة تانية. كله انا هعمله دلوقتي انا هدخل على بروغرس. والتاك استرد. واستنى لحد لما آآ ينتهي.